أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان بحييكم في اسم الرب يسوع المسيح حديث اليوم عن جاهد الجهاد الحسن وهذا الجهاد طبعا هو ليس جهاد الدم المقصود القتل والذبح في اسم الدين ويمسمى أركان الدين اللي هو الجهاد ولكنني أتكلم عن جهاد من نوع آخر يسمي الكتاب المقدس الجهاد الحسن في تمثاوس الأولى إصحاح 6 والآية 12 مكتوب جاهد جهاد الإيمان الحسن وامسك بالحياء الأبدية التي إليها دعيت أيضا حبائي أنا عاوز أشجع كل اللي بيشاهدونا إنه إحنا مدعوون للجهاد ولكن جهاد من نوع آخر مش جهاد ضد البشر ولا جهاد سياسي ولا جهاد ديني ولا جهاد نحارب في سبيل الله هذا مش دعوة المؤمن المسيحي فالله هو الذي يحارب لكننا نحن نشهد ونتكلم بأقوال المسيح وهنا رسول بولوس بيشجع ابنه في الإيمان تمثاوس وطبعا فيه تشجعات كتير وياريتك تقرأ رسالته لتمثاوس ولسيما الشباب اللي بيشاهدونا جاهد جهاد الإيمان الحسن وكلمة جاهد هاي كلمة جميلة جدا بلغتها الأصلية هنا بيتكلم عن الجهاد في مصطلح عسكري ورياضي يعني العسكري اللي بيجاهد هو شخص منضبط جدا أو كما قال الرسول بولوس فاشترك أنت في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح ليس أحد وهو يتجند يرتبك بأعمال الحياة لكي يرضي من جنده فإذن حياة الجندي هي جندي فهنا يتكلم عن التركيز وعن التصميم وعن ضبط النفس وعن دعوة خاصة معينة إنك اتممها وهذا التتميم هو من خلال الفوز بذل الجهد الأقصى يعني مثل ما بيتكلم الكتاب تمموا خلاصكم بخوف ورعدة طبعا الرب خلصنا وهي نعمة الرب وهذا الخلاص بالإيمان لكن خلاص لأعمال أحبائي وكتير ناس اللي بس بتقول طيب أنا خلصت فأنا أفعل ما أريد لا هذا ضد الكتاب المقدس لأنه نعمة الله مش رخيصة الحياة المسيحية فيها مواجهة فيها اضطهاد فيها كلام حق فيها مصارعة روحية فيها جهاد روحي والكتاب بعلمنا إنه نجاهد الجهاد الروحي والكتاب المقدس بعلمنا إنه نجاهد ضد الخطية والكتاب المقدس بعلمنا إنه نجاهد جهاد الحسن كما إنه الرياضي ينبغي أن يتدرب ويتهذب ويكون طبعا يعني ضابط نفسه في كل شيء لأنه كل الغرض إنه يفوز وينال الجائزة وهكذا الجندي عنده يعني تدريب خاص وفكر لازم يتم عنده مشن عنده إرسالية لازم يتممها حتى يفوز هاي الكلمة بالضبط لما بقوله جاهد الجهاد الحسن طبعا هون بشجع تيموثاوس بقوله جهاد الإيمان وهذا الإيمان أحبائي من خلال الرب يسوع المسيح والكلمة الثانية أمسك بالحياة الأبدية من ناحية أنا بجاهد وبسير حتى أنالي الإكليل والفوز ومنظلنا نجاهد في حياتنا لآخر لحظة لحد ما نسمع كلمات الرب يسوع نعم أيها العبد الصالح كنت أمينا في القليل فسأقيمك على الكثير حتى أسمع هذا الصوت رح أظل أجاهد ولكن هذا الجهاد الروح أحبائي مش ضد البشر الناس مخلوقين على صورة الله حتى يسوع لم نحب عدوك وصلي من أجل الذي يسيء إليك ولا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير ولكن هذا الجهاد وهذا الحرب الروحية والكلمة كمان الصراع والمصارعة الروحية هي ضد أجناد الشر الظلمة وضد الأرواح الشريرة من أجل هذا أحبائي يقول نهدم حصون هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح كلمات عسكرية بتظلك تجاهد ضد قوات الظلام ضد قوات الشيطان وبتحارب روحيا من خلال الصلاة من خلال الجهاد من خلال الشهادة من خلال أنك تعيش حياة القداسة وتشكر الرب يوميا على الخلاص اللي أعطاك إياه ولما أعطاك هذا الخلاص بقولك امسك بالحياة الأبدية تشبث شو يعني امسك زي القبضة عارف لما بتقبض على شيء كأنه بقوله اقبض يعني قوعك تخلي الحياة الأبدية تتفلت من إيديك صحيح أنه رب وعدنا بالحياة الأبدية فإحنا من خلال الجهاد تطلعاتنا إلى الحياة الأبدية ومنظلنا متمسكين فيها في قبضة إيدنا حتى فعلا نتمم المشيئة الكاملة في حياتنا نشدد القبضة لأنه إحنا دعينا إلى الحياة الأبدية حتى لا تفلت مننا وهذا أحبائي عن طريق السلوك أنه نعيش للرب وعن طريق الخدمة الروحية وعن طريق جهاد الإيمان الحسن ضد الخطيئة ضد الظلمة ضد الأرواح الشريرة حتى فعلا أنه نفك الناس من القيود ونحررها جهادنا أحبائي حتى نشوف الناس تعرف يسوع وتقبل يسوع وتحب الرب يسوع المسيح فأنا بدعوك اليوم إلى الجهاد الجهاد الروحي ضد الخطيئة الجهاد الروحي أنك تتمسك بإيمانك بغض النظر شو عم بيصير في العالم العربي والأخبار السيئة امسك بالحياة الأبدية وتشبه بالرب يسوع المسيح ربنا يباركك وبحب أسمع منك